وغدت تعيين بدأت مراسم تسليم وتسلم الصلط والبدء برئاسة الحكومة عزيز أخنوش الذي يقود الفريق الحكومي الجديد باسم التجمع الوطني للأحرار تسلم مهامه من رئيس الحكومة المنتهية ولاية سعد الدين العثماني عن العدالة والتنمية نادية أحتم ستفى السعدوني مهنئا ومتمنيا له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة هكذا سلم سعد الدين العثماني سلطة رئاسة الحكومة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش بدوره أشاد بعمل سلفه سعد الدين العثماني وأكد أن المرحلة الجديدة تتطلب العمل الجاد لما تحمله الظرفية من تحديات صحية واجتماعية واقتصادية عزيز أخنوش قام بالمناسبة بالتعرف على العاملين بمقر رئاسة الحكومة المؤسسة التي تقوم بأدوار طلائعية مهمة بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة أمس في فاس تنتظر عزيز أخنوش مهمة في المستقبل القريب ويتعلق الأمر بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه كأغلبية حكومية مكونة من ثلاثة أحزاب في السياق نفسه جدد عزيز أخنوش التأكيد أن حكومته واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبرى